مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب يعتبر الكتاب المقدس كتاب فريد من نوعه فهو يحتوي على أكتر على 66 سفر فهو يعتبر مكتبة في كتاب واحد 39 سفر في العهد الأديم و 27 سفر في العهد الجديد غطى الكتاب المقدس أحداث منذ الخليقة وحتى مجيء شخص الرب يسوع المسيح كما أنه تنبأ أيضا عن أحداث مستقبلية ستكون في نهاية الزمان كتبه أكتر من 40 كاتب كتب الكتاب المقدس ودارت أحداثه في ثلاث قرات في أسيا وأفريقيا وأوروبا هذا الكتاب الذي يعتبر فعلا فريد فهو قصة له بداية ولها نهاية هي خطة الله منذ الأزل وإلى الأبد يوجد تناغم وتوافق في أحداث وفي أفكار الكتاب المقدس فالكتب الذي كتب بعد مئات سنين من كاتب آخر ما قدمه هو نفسه يتماشى مع ما قدمه الكاتب السابق وفي كل يوم نتعلم أن الكتاب المقدس هو فعلا كتاب صادق واحدة من الأشياء المهمة اللي اهتم بيها علم الكتاب المقدس بالأخص في القرن العشرين والواحد وعشرين هو ما نطلق عليه علم الآثار اللي هي الحفريات وهذه الأثار هي في مجملها تؤكد أحداث وشخصيات ومصداقية ما ذكر في الكتاب المقدس عشان كده موضوح حلقة اليوم هو الحجارة تسرخ هذه العبارة التي قالها يسوع المسيح عندما دخل إلى مدينة أرشليم وكانت الجموع تسرخ وراءه فألولوا سكت هؤلاء فقال إن سكت هؤلاء فالحجارة تسرخ الحجارة تشهد الحجارة تؤكد أن أحداث وشخصيات الكتاب المقدس هي حق وصدق وهي تتماشى مع ما يتم اكتشافه من حفريات ومن تنقيب ومن أماكن أثرية ومن اكتشافات أثرية في الثلاث قرات الحجارة تسرخ علم الأثار والكتاب المقدس يمكن الحلقة دي تعتبر الحلقة الأولى لأنه هذا الموضوع موضوع كبير وهي أيضا حلقة مسجلة الحجارة تسرخ لو حبينا نعرف علم الأثار ما هو؟ علم الأثار يعتبر فرع من فروع البحث العلمي البحث العلمي التاريخي اللي يهدف إلى كشف الماضي من خلال دراسة ما يكتشف من بقايا يعني إحنا كمصريين نقدر نعرف الماضي بتاعنا ونقدر نرجع به إلى خمس تلاف سنة كويس؟ أو أكتر من خمس تلاف سنة لأنه عندنا بقايا هذه البقايا تم دراستها سواء البقايا دي حجارة معابد نقوش برديات كل هذه الأمور موجودة نقدر إن إحنا نستجمع هذا التاريخ نقدر إن إحنا نعرف تاريخنا كويس ده هو علم الأثار عشان كده بيقول إنه هو علم أو فرع من فروع البحث العلمي التاريخي وله قواعد وله مبادئ وله أسس علمية وهذه الأسس تقود من يبحثون في علم الأثار إلى نتائج هذه نتائج تنشر في المجلات العلمية المتخصصة هذه النتائج يتم دراستها بتطقيق كل حجر كل عملة كل بردية توجد يتم دراستها بدقة ويتم أيضا معرفة زمنها وتاريخها والمكتوب عليها واللغة اللي استخدمت وزمان كتابتها إلى آخر هذه الأشياء طب هتقول لي إحنا ليه كمؤمنين بنهتم بعلم الأثار؟ يعني أي أهمية علم الأثار بالنسبة لنحن أو بالنسبة للكتاب المعدس؟ أولا وأخيرا الكتاب مقدس هو كتاب إيمان تاريخي ونؤمن أنه كتاب موحى به من الله كويس؟ فلماذا الاهتمام بعلم الأثار؟ أدر أقول أنه علم الأثار مهم جدا في دراستنا الكتاب المقدس لأنه علم الأثار بيقدم لنا حقائق تاريخية والكتاب المقدس في مجمله مؤسس على أحداث تاريخية مؤسس على أحداث تاريخية من أول ما نقرأ الكتاب المقدس ما يذكر لنا الكتاب المقدس هو أحداث تاريخية ناخد مثل مثلا دعوت الله لإبراهيم هل إبراهيم شخصية تاريخية؟ هل يمكننا أن نتأكد من تاريخية شخص إبراهيم؟ هل الأماكن التي ارتبطت بإبراهيم والأحداث هذه الأماكن أماكن تاريخية؟ ولا هي من اختراع شخص؟ هل العهد الجديد بأحداثه أحداث تاريخية؟ كل هذه الأمور الخروج كل الأحداث العظيمة اللي ذكرها الكتاب المقدس دي أحداث تاريخية فلأن الكتاب المقدس محوره تاريخ ومؤسس على أحداث تاريخية فحلو جدا لينا ومن المهم أن نحن نربط علم الأثار بما أنه علم وبحث أو مجال من العلوم البحثية التاريخية مع الكتاب المقدس ونجاوب على سؤال هل ما ذكره في الكتاب المقدس حق؟ هل علم الأثار يؤكد مدينة اسمها أور؟ هل علم الأثار يؤكد خروج شعب إسرائيل من أرض مصر؟ هل علم الأثار يؤكد وجود شخص اسمه هيروديس الكبير؟ هل علم الأثار يؤكد الأحداث اللي بيكلم عنها الكتاب؟ ولا لا كويس؟ آه إيماننا المسيحي هو إيمان لكن إيمان مؤسس على أحداث تاريخية بما فيها القيامة قيامة المسيح كحدث تاريخي علم الأثار كمان بيساعدنا على فهم الله الخلفية التاريخية يعني لما برأت كتاب مؤدس مثلا لما أرى عن حياة إبراهيم الفرق بيني تاريخيا ما بين وجودي وما بين إبراهيم حوالي أربعة تلاف سنة خلال الأربعة تلاف سنة دي اتغيرت الدنيا العادات اتغيرت التقاليد اتغيرت المجتمعات اتغيرت تطورت سواء للأفضل أو للأسوأ لكن لما أرى عن حياة إبراهيم وعن إبراهيم كان عنده جارية والجارية دي دخل عليها وأنجب ابن هل الأحداث دي كانت أحداث ممكن تقبل اجتماعيا فالكتاب مؤدس لما لما بقرأ الأحداث دي وبقرأ الأخبار دي كويس أنا أواد كتير ما بقدرش فهمها لأن أنا عايش بعد إبراهيم بأربعة تلاف سنة لكن لما بقدرس علم الأثار بيفتح مدرجي وبيفهمني الأمور فعلم الأثار من الحاجات المهمة بيساعدنا على فهم النص حتى الكلمات الكلمة دي استخدمت هنا بمعنى إيه وكان معناها إيه وفي الكتابات القديمة اللي احنا اكتشفناها كويس سواء مخطوطات أو نقوش على أحجار الكلمة دي معناها إيه كانوا بيستخدموها إزاي فده بيديني فهم بيساعدني على فهم النص الكتابي كويس كمان علم الأثار مهم لأنه زي ما قلت في البداية بيأكد لي صحة ومصداقية الأحداث أنتوا عارفين أنه إلى فترة قريبة كان تم التنقيب التنقيب كويس في أكتر من 25 ألف موقع مرتبط بأحداث الكتاب معدث يعني عشو كده علم الأثار بنسميها يعني علم الأثار بكتاب مقدس ده مجال كبير جدا ده مجال كبير جدا مش بس علم الأثار المصرية ولا البابلية لا ده علم الأثار الكتاب المقدس واحد من أهم المجالات العلمية في الجامعات الكبيرة سواء جامعة شيكاغو شيكاغو يونيفورستي أو بنسلفينيا أو جامعات الكبيرة المهتمة بعلم الأثار فأكتر من 25 ألف موقع تم التنقيب في ثلاث قرات في أسيا في أفريقيا وفي أوروبا علم الأثار أسكت أصوات كثيرة من النقاط للكتاب المقدس المشككين يعني مثلا أنا يجي عند النقطة دي كان مثلا يقولك سدوم معمورة لا يوجد حاجة اسمها سدوم معمورة وبلد تحرقت بالنار لكن علم الأثار أثبت لينا وهنشوف الجزء دول أثبت لينا لا في منطقة اتحرقت بالنار وتوجد طبقة من طبقات الأرض في المنطقة دي مكونة من الكابريت ودي المنطقة دي منطقة البحر الميت ده المنطقة اللي تكلم عنها الكتاب كويس فكل هذه طبعا طبعا احنا يعني ما تم ما تم اكتشافه زي بنعرف كده انه ما تم اكتشافه لا يتعدى 3 أو 4% من المفروض يتم اكتشافه وما تم نشره يعني يعني علم الأثار مثلا مش بيلاقي حاجة النهاردة وبعدين يقولك اه انا الحاجة دي تطلع بكرة في الأخبار أوقات بياخد عشرات السنين يعني مثلا مخطوطات كمران مخطوطات كمران خدت 40 سنة علشان يتم نشرها بالكامل 40 سنة من البحث ترجمة والتجميع لانه اوقات بتبقى المخطوطات دايبة واوقات كتيرة بيلاقوا بيلاقوا رقائق من المخطوطات والرقائق دي من جلد الغنم كانوا بيكتبوا على الجلود بس هي رقائق والرقائق دي أجزاء من الجلود طب إزاي نجمعها مع بعض النهاردة حتى بيستخدموا الـ DNA الجينات الوراثية بيستخدموا الـ DNA عشان يعرفوا القصاصة دي يعني تتحط مع أنهي القصاصة جاية من أنهي من أنهي مجلد من أنهي درج مكتوب عليه من نفس الحيوان فعلم الأثار مهم جدا جدا كويس فزي ما قلت أنه علم الأثار كمان بيعمل إيه علم الأثار بيأكد بيأكد الحقائق الكتابية في حاجات في الكتاب المؤدس أقول لما النهاردة باجي عندها بقوله أنه هذا الأمر مؤكد مش من مش أن الكتاب المؤدس بس ألعني لكن مؤكد تاريخية يعني يعني لما أرى عن شال مناصر مثلا ملك أرام وبعدين وبعدين ألاقي أنه في مسلة بتاعته وبعدين ألاقي كمان في المسلة دي سورة لملك يهودي جاي ساجد أمامه إيه ده ده اللي موجود في المسلة بيأكد أحداث تاريخية تكتب في الكتاب المؤدس كويس فلما روح عندي مثلا قبر يسوع وشوف أنه القبر دون شكله إيه وشوف كمان أنه السخرة اللي محفور فيها القبر مشقو نصين نتيجة زلزال حصل فده بيأكد ليه حاجة فعلم الأثار بيؤكد علم الأثار زي ما قلت بيصحح مفاهيم بيصحح مفاهيم أوقات بيبقى تفسيرنا لأنه عندناش كل الداتا وما عندناش كل المعلومات وما عندناش الخلفية التاريخية بتاعت الأحداث أوقات ممكن نبني تفسير غلط أو يبقى عندي مفهوم غلط علم الأثار لما بييجي وبيبقى يعني كأنه بيضيق ويصحح بعض المفاهيم ويوضح يوضح لي اللي عمل إبراهيم مثلا هل العمل إبراهيم ده صح اجتماعيا ولا كان غلط هل شيء مقبول ولا غير مقبول كويس كل الأحداث دي كل حاجات دي بيفيدني فيها علم الأثار وفي يعني النهاردة الإنترنت مليان ويبقى ويبغت طبعا اللي عنده لغة غير اللغة العربية تعتبر زي نفذة على العالم والدراسات البحثية المنتشرة الكبيرة المتعلقة بعلم الأثار يعني للأسف مكتبتنا العربية المسيحية زي ما قلنا قلنا أنا ما عنديش فكرة إذا كان حتى يوجد كام كتاب عن علم الأثار والكتاب المؤدس لكن ممكن يوجد فصول في كتب معينة لكن لكن كتاب كمرجع ما أعتقدش أننا عندنا للأسف في المكتبة العربية كتاب بيجمع كل الأشياء لكن مهم جدا مهم مع التطور العلمي ومع وجود الإنترنت هتلاقي كتير قوي من يعني مثلا حتى لو لو رحت عند أريحة مثلا وكتبت مدينة أريحة عشان تتخيل الأسوار اللي وقعت بتاعة أريحة هتلاقي كتير وهتلاقي كتير من الأبحاث المتعلقة بعلم الأثار اللي تمت تنقيب المدينة ومعرفة حجمها ومدى الضخامة بتاعة أسوارها كل حاجات دي كل حاجات دي نقدر نحن نعرفها بسهولة طيب أروح إلى جزء مهم آخر وهو علم الأثار محدود يعني علم الأثار مع أنه علم مهم جدا ورائع لكنه محدود وأنا لما أقول محدود هذكر بعض الأمور المهمة المتعلقة بهذا الأمر محدودية علم الأثار كويس علم الأثار لا يثبت أنه النص ده موحى به من الله هو يثبت تاريخيته كويس لكن لا يثبت أنه نص موحى من الله فزي ما قلت علم الأثار يثبت التاريخ لكنه لا يثبت الوحي فما قدرش اعتمد على علم الأثار لما أتكلم عن الوحي كتاب المعدس هناك مقيس أخرى ودراسات أخرى متعلقة بالوحي ومفهوم الوحي وكيف كان الله يستخدم الأنبياء وإلي يؤكد لنا أن ما قالوا الأنبياء هو كلمة الله زي مثلا ما اتكلمت من كام أسبوع مع حضراتكم عن أنه النبوات في الكتاب المعدس الكتاب المعدس يعتبر الكتاب الوحيد الوحيد الذي يحتوي على قرابة أكتر من ألفين نبوة عدد كبير منهم جدا اتحقق وبما أنه عدد اتحقق كبير منهم حرفيا كويس فنحن نظرك أن الباقي أيضا سيتحقق بنفس الطريقة فالنبوات تثبت الوحي تثبت أنه ما قيله لا يستطيع إنسان أن يقوله ويعلنه فنسبة نسبة احتمال لو أنا مثلا قلت لك النهاردة أنه احتمال أن أنت تلاقي في الشارع 100 دولار لو لتلك هتلاقي في الشارع 100 دولار احتمال حدوث هدي واحد وجنبه يمكن 4 5 6 7 أصفار وقد وقد يحدث وقد لا يحدث لما يقول الكتاب مثلا عن شخص المسيح أن يولد من عذراء وأنه يولد في بيت الأحب وأنه 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 عشان تتحقق الأمور دي كلها لازم يكون اللي قالها أولا كل العلم وكل القدرة عشان يحققها وده بيأكد لنا جزء من الأشياء المهمة اللي بيتأكد لنا وحي الكتاب المؤدس النبوات كويس بعلم الأثار بيؤكد التاريخ لكنه لا يثبت الوحي يغطي الكتاب المؤدس وأحداثه ثلاث قرات عشان كده صعب جدا أنه يعني حتى زي ما قلت لحضراتكم أنه ما تم اكتشافه ونشرها في المجلات العلمية المتعلقة بعلم أثار الكتاب المؤدس لا يتعد 4-5% من الحجم الهائل من المواقع اللي بنحتاج أنه ننقب فيها ونعمل فيها اكتشافات طبعا قارن ده بالإسلام لا يستطيع أحد أنه ينقب عن حاجة أو أنه يثبت حاجة تاريخية يعني 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 كل الأماكن اللي الرب يسوifer راح كل الأماكن اللي زرها المدن اللي خدم فيها الهيكل اللي يتكلم فيه كل دي دي كلها أماكن أثرية كلها أماكن اللي عاش فيها داود الهيك سليمان كل الأمور دي كل المدن دي نهاردة بيحصل فيها نوع من التنقيب بعكس طبعا الجانب الإسلامي أنه لا تستطيع أن تثبت تاريخية أي شيء لأنه لا يوجد شيء اسمه علم الأثار والقرآن لكن فهو علم الأثار علم كبير وطبعا هما ما يسمحوش لحد أنه ينقب يعني إحنا عندنا الجامعات العلمية أو المدنية سيكلور يونيفورستيز مش كريسين يونيفورستيز يعني هما اللي بيقوموا بالتنقيب وقد ينشروا حاجات ضد الكتاب معدس وينشروا حاجات مع الكتاب معدس وممكن ينشر حقائق دون ما يجيب صلة بالكتاب معدس لكن أنا لأنني عارف الكتاب معدس أقدر أربط هذه ما اكتشفه بالكتاب معدس نسبة قليلة جدا من ما قد تم اكتشافه تم نشرها في أبحاث فده بيستغرق وقتا طويلا جدا كتير من الأدلة فقدت أنه يدمر مجمع يهود أنه يدمر كنيسة ويشوه معلمها كويس لا يستمد الكتاب سلطانه من علم الأثار احنا لا نستمد سلطان الكتاب من علم الأثار لكن علم الأثار يؤكد ويوضح الحق الإلهي فقط كتير من معدس سلطانه في ذاته في المكتوب فهو لا يستمد سلطانه من أي شيء خارجي إن سلطان الكتاب كتاب نفسه فيه هذا السلطان وزي ما قلت أن علم الأثار لا يثبت الوحي لكنه يؤكد التاريخ لا يثبت أن النص موحى به من الله لكنه يؤكد أن ما قد ذكر في النص من أحداث ومن أشخاص صادق من الناحية التاريخية دي بس مقدمة لحضراتكم كده علشان يعني أنا نفسي الموضوع ده يبقى شيق بالنسبة لكم وإنه حضراتكم تبدأوا يعني تعملوا نوع من البحث الزاتي اللي أنتوا تقوموا بيه بخصوص أماكن وشخصيات ذكرات في الكتاب المقدس وأتمنى لأي دارس في الكتاب المقدس أنه لما بيجي عندي جزء من الأجزاء أنه مش بس يدرس النص كنص لكن كمان يبحث عن المدن أسماءها ارتباطها ببعض تاريخيا كل الأشياء دي وكل المعلومات دي موجودة لنا النهاردة على زي ما قلت أنه العالم قرية صغيرة والإنترنت أصبح موجود وافيلابل في كل مكان وفي كل بيت وفي كل إيد على التليفون موجود طيب كلم الأول عن أثار مرتبطة بالعهد القديم العهد القديم بيغطي فترة زمنية كبيرة جدا عهد القديم أول ما بيذكر بيذكر لنا الخليقة بيروح إلى في البدء خلق الله سماواته الأرض لكن بعد كده بيكلمني عن التفان وبيكلمني عن برج بابل وبيكلمني عن اختيار إبراهيم وبيكلمني عن النزول لمصر والخروج من مصر والعيشة في أرض كنعان وملوك إسرائيل يعني وخراب أرشليم وضمار الهيكل يعني بيغطي فترة زمنية كبيرة جدا بيغطي فترة زمنية آلاف سنين كويس من أحداث تاريخية عش كده وأحداثه تمت في أماكن مختلفة يعني في بين النهرين وفي مصر وفي إسرائيل مملكة الشمالية والمملكة الغربية وأشور وأرام وبابل وكوش ومصر يعني أحداثه ومملكة الحثيين إلى آخر أحداثه كلها متدخلة مع بعض بصورة كبيرة جدا وبيغطي فترة زمنية كبيرة وطبعا توجد كتب ومراجع علمية كبيرة متخصصة في علم الأثار والعهد الأديم بالتفاصيل وبالأحداث و يعني اللي حابب يدرس في المجال ده يعني أقول يبخته لأن أنا أعشق هذا المجال يمكن حتى شخصيتي تميل إلى محبة التاريخ أحب التاريخ وأحب أحداثه وأتذكر تواريخه يعني كل الأشياء دي بالنسبة لي أشياء جميلة ناخد أول حاجة بالنسبة لإبراهيم أو بالنسبة العهد الأديم هرجع أول ما أرجع في العهد الأديم هرجع إلى أيام إبراهيم أيام إبراهيم لما بنكلم على على إبراهيم إحنا بنكلم على 2100 سنة قبل المسيح 2100 سنة قبل المسيح نكلم على وقت غير الوقت اللي جي فيه المسيح وغير الوقت اللي إحنا عايشين في النحاء ده ولما بنقر عن حياة إبراهيم وما حدث في حياة إبراهيم وارتباط إبراهيم بأور وبعدين ذهابوا إلى أرض كنعان وبعدين نزولوا إلى مصر وبعدين دخولوا على هاجر وينجب إسماعيل وبعدين ينجب إسحاق وبعدين يعني صارت موت الأحداث كتير وارتباطوا بالمالك وأيضا بلوت والخمس ملوك اللي جم وصابوا لوت وأخدوه إلى الساب وإبراهيم راح وحاربهم ففي أحداث كثيرة جدا مرتبطة بأيام إبراهيم من أهم الاكتشافات هي اكتشافات بنسميها اكتشافات إبلا في سوريا وهذه الاكتشافات تمت سنة 1968 أو بنسميها محفوظات إبلا محفوظات إبلا ودي قام بيها طبعا الباحث الإيطالي علم الأثار الإيطالي باولو ماثيا وكمان جيوفاني بالتعاون مع هيئة الأثار السورية واكتشفوا حوالي سبعتاشر ألف لوحة من الفخار من أول ما الإنسان بدأ يكتب كان بيكتب على الفخار كان يستخدم الفخار قبل اختراع البردي وقبل معرفة البردي كان محصور يمكن استخدامه بس في مصر القديمة كويس لكن السبعتاشر ألف لوحة من الفخار دي اتشفنا أنه هناك حضارة عظيمة كانت موجودة سنة 2500 قبل الميلاد والحضارة دي أو مدينة إبلا دي القديمة وصلت إلى أعلى مراحل التقدم والمجد زي ما قلت سنة 2500 وبلغة يمكن عدد سكانها زي ما بيقولوا في الباحثين والعلماء عد عدد سكانها الربع مليون نسمة ودمرت دمرت سنة 200 أسرع 2250 قبل الميلاد على يد نار إمشين حفيد الملك سيرجون العظيم كويس أروع ما في هذه المخطوطات أروع ما في هذه المخطوطات هي أنها أعطتنا فكرة واضحة عن الحضارة القديمة كويس وألقت الدوء على العداد والتقاليد التي كانت موجودة في منطقة سوريا أي شمال شمال ديجلة والفرات والمنطقة دي حضرتها من خلال الكتابات دي اكتشفنا وعرفنا عن العداد والتقاليد وقدرنا أيضا نربط دوان بحياة إبراهيم وإسحاق ويعقوب يعني مثلا عرفنا أنه اسم مدينة أور مسكور في إحدى اللوحات واسم كمان مدينة سدوم وعمورة وبعد أسماء الأليحة الموجودة أيضا في الكتاب القدس مثل البعل ومدن أخرى كثيرة ذكرت في سفر التكوين وجدنا هذه المدن مسكورة أيضا في اللوحات الحجرية هي مكتوبة بلغة بنسميها اللغة الأوجوراتية أوجوراتيك لانجوج وطبعا ممكن مقارنتها بالعبري ونقدر نحن نقول الكلمة العبري دي معناها كذا واستخدمت في اللغة الأوجوراتية بالمعنى كذا كمان بتشير الاكتشافات في منطقة إبلا إلى خمس مدن في السهل ودول المدن اللي تكلم عنهم سفر التكوين أصحاح 14 ويعني ذكرت مثلا أسماء مثل إبرام إيل كل هذه الأسماء كانت مذكورة ودي صورة لي اللوحات الحجرية الفخارية اللوحات الفخارية اللي كانت تم اكتشافها 17 ألف لوحة طبعا علشان تجمع هذه اللوحات وعلشان تبدأ تقراها وعلشان تبدأ تترجمها ويس ده 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 مجهود مش فرد ده ده مجهود يعني كبير جدا بيقوم بعدد لا بأس به من العلماء بياخد عشرات السنين علشان يتم نشر ما قد تم اكتشافه وتوسيقه وتوسيقه ودي اللوحات بصورة مقربة شوية ومكتوبة باللغة الأجراتية اللي بتبقى عبارة عن ناقش في الفخار كويس ده مثلا يمكن أوضح شوية ده لوحة أخرى واش كده بيتم يعني هيكت مكسرة يعني ازاي بيتم تجمعها يعني انت بتعمل عمليات تجميل اللي بيشتغل في علم الأثار ده بيبقى يعني للأسف أوقات كتيرة الواحد بيبص على ازاي بعض الناس بتسيء إلى قطع أثرية حتى في محاولتهم لأنه يخرجوها من الأرض زي التمثال مثلا الكبير اللي تم اكتشافه في المطارية وهما بيطلعوه كسروا رأسه يعني دي حاجات مفروض ما تكسرش دي حاجات مفروض يعني الإنسان يحافظ عليها ده كنز 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 من الناحية التاريخية كنز من الناحية الاجتماعية كنز بيعرفنا كتير عن الماضي كنز بنتعلم منه أشياء كثيرة عش كده يعني متشوف هنا إزاي متجمع القطع المكسرة ومحتوطة جنب بعض وخد قد إيه مجهود إنه يعرف إنه القطع دي تتناسب مع القطع دي وإنه ده جاي من اللوحة دي مش من اللوحة تانية فخاري وإنه الكلمات هنا مكملة للكلمات في الجزء ده وإن الحرف ده هو مكمل الكلمة في الجزء اللي جنبها ده شغل يعني زي ما قول لحضراتكم يعني ضخم جدا ده كمان صورة أخرى أحجاب مختلفة أحجاب مختلفة يعني مثلا ده زي كيوب مربع مكتوب على الأربع نواحي الأربع جناب منه البعض الأخر بيبقى زي لوحة واحدة مكتوب على ناحية واحدة لكن الاكتشافات دي زي ما قلت اكتشافات مهمة جدا وهي اكتشافات حديثة مش قديمة يعني يعني بتكلم على سنة 69 بتكلم على يمكن كام سنة 53 54 سنة عمر هذه الاكتشافات وما زال إلى يومنا هذا يتم اكتشافات طبعا الاكتشافات دي زي مثلا منطقة إبلا ما قلت ليش حاجة عن دعوة الله لإبراهيم وكلام الرب مع إبراهيم ووعد الله لإبراهيم وعهد الله مع إبراهيم كويس لكن قالت لي انه اسم إبرام ده اسم كومن معروف كويس ومستخدم قالت لي انه انه كمان المدن اللي ذكرت وارتبطت بإبراهيم مسكورة ايضا في الواح دي سدوه معمورة كمدن قديمة مسكورة كويس فلما جي انا للكتام عدس انا ما شكش في وجود سدوه معمورة ما شكش في وجود المدن الخامسة اللي حرب إبراهيم ولما أقرأ عن العادات والتقاليد بتاعة المنطقة دي وقرنها بأعمال إبراهيم وانه زي إبراهيم ما كانش عنده ولد وانه كان رايح يجعل كبير عبيده العاذر دمشقي كأحد أبناءه كويس وهل دا ليرتباط بالعادات اللي كانت موجودة آه وازاي الإنسان اللي ما كانش عنده ولد كان يثق فيه كان كان يتبنى كأنه تبنى كبير العبيد اللي عنده أو الشخص من العبيد اللي عنده ويجعله كابن ليه وهذا الابن يبقى وارث لإبراهيم بس بشرط انه يعول الاب والام إلى آخر يوم في حياتهم وده كان العهد اللي ما بين إبراهيم والعاذر الدمشق فأقدر أفهم الدنيا كانت ماشية زاي من عادات ومن تقاليد ولما جي أقرأ الكتاب أدس أقدر أربط الأحداث بعضها ببعض دي حاجة حاجات الجميلة التام اكتشاف طبعا فيه كمان ارتبطت بكده مدينة نوزي وماري كويس ويمكن الخريطة اللي قدام حضراتكم دي توضح أنا بتكلم على إيه معاي أنا أتمنى أنه تكون واضحة نوزي تعتبر شمال شمال نهر ديجلة أنا بتكلم على شمال بابل يعني في العراق وهنا طبعا نينوفا أو نينوا نينوا دي كانت عاصمة أشور القديمة اللي ساقطت على يد نبو خزناصر وعندك هنا في ناحية الشرق في ناحية الشرق بنجد ماري كويس وهنا جنبها بنجد إبلا لأنا اتكلمت عنها اللي هي تعتبر في سوريا فانت بتكلم على على شمال منطقة كانعان كويس وفي نفس الوقت انت بتكلم على منطقة شمال ديجلة والفرات اللي هي شمال العراق أو المنطقة دي كلها المنطقة دي كلها كان يطلق عليها ميسبتاميا أو منطقة ما بين النهرين ودي تعتبر أقدم حضارة موجودة وبدأت فيما بين النهرين أقدم من الحضارة المصرية يمكن الحضارة المصرية رقم اتنين في القدم لكن فعليا وتاريخيا حضارة الساموريين والحضارة المسمارية وكمان الكتابات الأجوراتية وإلى آخره دي تعتبر يعني أقدم من الحضارة المصرية القديمة هناك تم اكتشافات هذه الاكتشافات زي ما قلت القطع الفخرية اللي مكتوب عليها بالحروف المسمارية واللغة الأجوراتية دي زي ما قلت بتدينا ضوء من الناحية الحضارية والاجتماعية اللي كانت موجودة وبتدينا طبعا أسماء لمدن ذكرة أيام إبراهيم يعني لما نيجي مثلا للسؤال هل ما فعله إبراهيم بأنه صارت قل له أنه يأخذ هاجر الجارية ويدخل عليها وينجب منها ابن هل هذا العمل عمل نقدر نقول عليه غير أخلاقي اجتماعيا ولا دا كان هو عرف اجتماعي دا كان عرف اجتماعي أنه إذا الرجل والمرأة السيد أو السيدة اللي ما عندهمش أولاد ممكن السيد يدخل على واحدة من العبيد اللي موجودين وينجب ويعتبر هذا الابن أيضا هو ابن الاتنين سارة و ابراهيم وهكذا كان اسماعيل حتى أولد اسحق ابن الوعد كويس فده يعني عشو كده إبراهيم لما لما الرب بيقول له بيقطع معاهد وبيقول له أنه ابنك لماذا قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك يعني أنا كده اكتفيت لكن كان وعد رب لا أنه الابن اللي أنت هتولده اللي هيجي لك ويبقى الوارث ليك واللي هو البركة لازم يكون من سارة وليس من هاجر فدي بعض الحاجات اللي بتساعدنا زي ما قلت في علم الأثار بتساعدنا على أنه تثبت لنا مصدقية أحداث إبراهيم وأن إبراهيم شخصية تاريخية وأن المدن التي ذكرت مدن تاريخية وأن هذه المدن كانت معروفة وهذه المدن لها عادات وتقاليد وليها إلى آخر يعني مثلا من ضمن الحاجات الجميلة اللي نعرفها عن مدينة قور مدينة قور ما عرفش هنقدر نشوفها هنا ولا في الخريطة دي ولا لا لكن هي مدينة قور موجودة تحت هنا يعني يعني عندي كلمة ديجلة بالإنجليزي النهر هنا مدينة قور موجودة موجودة تحت مدينة قور تعتبر يعني ما نقرأ مثلا في الكتاب مؤدس يقول إن الله دع إبراهيم وهو في قور وقال له أخرج وترك أرضك وعشرتك إلى الأرض التي أريك إياه دايما إحنا عندنا بالذات هذه الأيام إنه إنه الواحد بيهاجر من مكان أقل إلى مكان أفضل مش دا المفروض يعني يعني اللي خلى مثلا إخوة السودانيين يتركوا السودان علشان يروحوا مصر إنه الوضع في السودان صعب جدا والظروف صعبة جدا والحروب وبعدين في مجاعات وفي عدم أمان فهو بيترك المكان دوا ويروح إلى مكان أفضل إحنا هجرنا لأمريكا مثلا لأنه رأينا أنه أفضل لنا كويس والبعض طبعا من الإخوة السوريين والإخوة العراقيين والإخوة اليمنيين كل واحد بيهاجر بيهاجر دايما عنده دايما الهجرة بتكون من مكان أقل إلى مكان أكبر طب لما جيه ربنا يدعو إبراهيم ما دعاهوش من مكان أقل للمكان أكبر ده بالعكس ده دعاه من مكان أكبر إلى مكان أصغر من حيث الحضارة من حيث التقدم من حيث وسائل المعيشة النهاردة علم الأثار بيقول لي أنه المدينة الأولى اللي كان فيها نظام صرف صحي صرف صحي صرف مجاري ومية هي مدينة قور روح إلى كانعان كانعان عبارة عن خيام كانعان الناس سكنة فيها يعني في خيام وبعدين بعد المدن بقت كبيرة بعالوقت لو قرنتها من حيث الحضارة لا قور طبعا تعتبر القمة لكن ربنا حاب يديله الأرض دي أرض كانعان فهنا بنشوف أنه علم الأثار بيساعدني أنه إبراهيم لما ترك ترك مش حاجة وحشة لحاجة حلوة ده ترك حاجة حلوة لحاجة مش معروفة وحش كده كلمني عن الإيمان كويس بتاع إبراهيم طيب أجي إلى إلى جزء آخر سدوم وعمورة من أكتر النقد اللي كان موجه للكتالة المؤدس هو أحداث سدوم وعمورة وهل فعلا دي قصة حقيقية تمت ولا أنها زي ما نقول إحنا بيسموها البعض يقولك أسطورة الهدف منها تعليم مبدأ كويس يعني يعني دي فيه أسطورة كده مش تاريخية بس من الأسطورة دي بنتعلم من ربنا بعاقب الخطاة والخطيئة لكن هل هي أحداث تاريخية كان ده النقاد النقاد كتال مؤدس مع بداية القرن العشرين كانوا بينتقدوا هذه الأحداث المرتبطة بوجود سدوم ووجود عمورة طيب مدينة سدوم وعمورة والمدينة دي طبعا مذكورة في تكوين أصحاح 19 لما نيجي نقرأ عن تكوين أصحاح 19 بنقرأ قصة سدوم وعمورة وذكرت أيضا سدوم وعمورة في سفر التسنية وفي سفر إشعياء وفي نبوة أرمية وفي كلام الرب يسوع أيضا عن سدوم وعمورة في متى عشرة وبوترس الرسول يتكلم عنها في رسالته التانية ورسالة يهوزة أيضا ذكرت سدوم وعمورة فأنا عندي عندي نصوص كتابية في العهد القديم وفي العهد الجديد كلمت عن سدوم وعمورة فهل سدوم وعمورة فعلا ما حدث في سدوم وعمورة أمور تاريخية وهل يمكن إثبات إنه مدينة تحرك بالنار يعني يعني نحن ما سمعناش عن عن هذا الأمر من قبل يعني حتى حتى التفان الواجهة الكثير من النقد والشكوك ويس وهل يمكن إنسان يصنع سفينة بالضخامة دي يعني يحط فيها من كل الحيوانات على فكرة في ولاية كينتاكي في زي هيئة مسيحية اسمها Answering Genses أو متخصصة في الإجابة على اعتراضات الخاصة بسفر التكوين والهيئة دي قامت بإنشاء فلك بنفس الحجم اللي وصف واللي تكلم عنه سفر التكوين أصحاح 6 لو حضرتكم دخلت على جوجل وبحثت عن فول كنوح في ولاية كينتاكي كويس هو بالإنجليش اسمه Ark Encounter كويس هتكتشف تكون موجودة في مكان واحد لكن أرجع هنا إلى سدوم وعمورة كويس سدوم وعمورة تم طبعا لما يقول لي في سفر التكوين لما يقول لي في سفر التكوين أصحاح 14 وعدد 3 يكلمني عن السديم الذي هو بحر الملح سديم الذي هو بحر الملح أعرف أن المنطقة دي مرتبطة بالبحر الميت لأن ده البحر الملح أعرفش كم واحد فيكم زار البحر الميت أنه يعني أول ما تلمس المية كويس بتلاقي طبقة على جلدك تكونت من الملح وطبعا يبقى مأساة كبيرة لو أنت مجروح ونزلت المية ديا طبعا نسبة الملح أعلى أعلى نسبة ملوحة في قطعة مائية على مستوى العالم يعني محدش بيغرق زي ما يقوله في البحر الميت لكن المنطقة هناك دي فعلا هي زي ما يقول الكتاب إنها بحر الملح أطلق عليه قديما بحر الملح أو البحر الميت وكان المنطقة دي منطقة فيها أهلة بالسكان ومدينة كانت تعتبر لها لها سور ضخم كويس عرضه يمكن حوالي نص متر وفيها كتير من البيوت وهيكل ضخم داخل المدينة وبرضو تم اكتشاف كثير من المقابر التي تحتوي على آلاف الهياكل العظمية وده بيأكد لي إن المدينة كانت عميرة بالسكان أيام إبراهيم في العصر البرونزي ذه ما احنا بنقول أكتر حاجة شدت علماء الأثار واللي بينقبوا هناك هي إن المدينة حرقت أو دمرت بالنار يعني لما لما يجوا ينقبوا النتيجة اللي وصلوا لها إنه هذه المدينة كان فيها حريق كبير كان فيها حريق كبير لأنه هناك طبقة من الرماد بعمق عدة أمطار موجودة في المكان شوفوا حضراتكم دايما دايما علم الأثار بيهتم بالطبقات الأرضية ليه الطبقات الأرضية يعني يعني كل طبقة لما بنعمل حفر تحت كل طبقة بتعتبر حقبة من الزمن حقبة من الزمن يعني ممكن الواحد يكمل لو احنا مثلا في مصر لو لو نقبت في منطقة من الأماكن كل ما بتنزل كل ما بتلاقي التكوين مختلف والأثار الصعيد من الزمن السادو معمورة واجدوا طبقة طبقة أولا دي طبقة من الكابريت كويس لكن كمان في طبقة على بعد عدة أمطار من الرماد 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 هو بقايا الحرق أي حاجة بتحرقها بتصير رماد والرماد ده معروف أي واحد يعني مدرسي يقدر يقول إنه ده رماد كويس ده طبقة من بقايا أشياء تحرقت سواء خشب سواء أشخاص سواء هدوم أبواب شبابيك دي حاجة تحرقت كويس فدي بقايا واللون الكاتم الأسود الرماد بيكون موجود زي زي الكحل الأسود فالعلماء اكتشفوا هذه الطبقة شايفين هنا أهي دي طبقة من الرماد طبقة كلها موجودة من الرماد من أين أتى هذا الرماد إلا إذا كان في حريق إلا إذا كان فعلا هذه المدينة أحرقت هو ما قال ليش إن ربنا أحرقها علم الأثار ما قال ليش إن ربنا نزل نار من السماء وحرق المدينة علم الأثار ما قال ليش كده علم الأثار قال لي فيه أثار لحريق فيه رماد طبقة من الرماد موجودة أنا لما أقرأ سفر التكوين أعرف أه ده الكتاب بيقول لي إن ربنا حرق هذه المدينة وأمطر عليها الرب وحرقها فبعرف إنه إنه الرب عاقب هؤلاء بسبب خطاياهم وشررهم علم الأثار ما يقول ليش بقى لا يقول لي إن ربنا عاقبهم ولا يقول لي إنه ده عملوا ربنا ولا يقول لي الناس دي كانوا أشرار هو يقول لي إيه اللي اكتشفوا إيه اللي اكتشفوا عاش كده بالنسبة لي ما يؤكد علم الأثار يؤكد صحة الرواية الكتابية ويؤكد وجود مدينة سدوم وعمورة ويؤكد أن المدينة دي قد أحرقت لكن بحسب الكتاب ده كان دينونة الله على الشعب ده النقطة المختلفة حسب الكتاب دي كانت دينونة الله على الشعب وعاش كده بنجد كابريت قطع من الكابريت موجودة أيضا في المنطقة دي هنكمل مع بعض دراستنا في علم الأثار والعهد الأديم في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم